دخلت اليوروبول على خط ملاحقة حزب الله وأنشطته فيما يعتبر أكبر تطور أوروبي لمواجهة الميليشيا اللبنانية منذ عام 2013 حين أدرج الجناح العسكري للحزب على قائمة الإرهاب الأوروبية وكالة تطبيق القانون الأوروبية التي تتخذ من لهاي مقرا لها هي شريك مباشر للإنتر بول ووظيفتها حفظ الأمن في أوروبا ودعم دول الاتحاد في مكافحة الجرائم الدولية الكبيرة والإرهاب خبراء في القانون الدولي رأوا أن تفعيل دور يوروبول تجاه أنشطة الحزب يعني قرارا ضمنيا بتجاوز الفصل بين جناحيه العسكري والسياسي لا سيما أن دول أوروبية عدة سبق أن أدرجت الحزب على قوائم الإرهاب كالنمسا وألمانيا وبريطانيا ويرى مراقبون أن الجهود الدولية في اجتماع مجموعة تنسيق إنفاذ القانون والذي عقد في مقر يوروبول يعكس مدى خطورة أنشطة حزب الله عالميا الأمر الذي سيكون له تداعيات على وضع لبنان وشراكاته الدولية وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن أكثر من 35 حكومة من دول العالم اتفقت على ضرورة مكافحة الشبكات الإرهابية والمالية لحزب الله وشاركت في التحالف الدولي إلى جانب الانتربول ويوروبول والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون لبحث التصدي لأنشطة الحزب مجموعة تنسيق إنفاذ القانون تعقد اجتماعا دوريا يضم ممثلين أوروبيين لكن اجتماعها الأخير توسع ليشمل 35 دولة من كل أنحاء العالم وحضرها مسؤولون أمريكيون وخبراء في مكافحة المخدرات والجرائم المالية الدولية وهو ما يشير إلى أن قضية حزب الله وأنشطته باتت تحت المجهر الدولي وأن ملف الحزب أصبح قريبا من الانتقال إلى مجلس الأمن تحت عنوان تهديد الأمن والسلم الدوليين وفق ما يرى خبراء دوليين لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة